ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وحسب مصادر محلية فإن المعنية قامت بتصوير فيديو يوم الجمعة الماضي لوضع شابة مولودها في العراء بجوار مستوصف سيدزوين نواحي مدينة مراكش وهي تندد بغياب ممرد التوليد وتطالب بإنقاذ الشابة ومولودها التي جاءها المخاض وقامت بوضع مولودها في العراء ووفق المصادر ذاتها وبتنصيق مع النيابة العامة فقد تم توقف مصورة الفيديو وذلك بعد تداول الفيديو على تطبيقات الترسل الفوري وصفحات السوشيل ميديا على نطاق واسع هذا ومن المنتظر أن يتم تقديم المشتبه فيها أمام أنظار النيابة العامة قصد الاستماع إليها ومواجهتها بالمنسوب إليها